أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج كل سبت مع بول حجزين يعني اليوم السبت وأنا بول حجزين الصراحة بحلقتين وربعات بديت الحلقة بنظرة تشاؤمية ويمكن التشاؤم هو النظارة المنطقية اللي بتقدر تشوف منها الواقع اللي احنا عايشينه حاليا برا وجوه بس أنا حاب أتمرد على هاي النظرة بديش أشوف أخبار حطولي إشي إلا الأخبار لكن اللي يعكر الأجواء في الفترة القادمة هي تقريبا نشاط الرياح الشرقية وبالتالي بنلاحظ أن المملكة بدها تبدأ تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا هذا اللون الأخضر يمثل الكتلة الهوائية الباردة الكتلة الخضرة بدها تعكر أجوانا لا 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 ما منسمح لها أجوانا عمرها ما راح تكون مكان للكتلة الباردة ولا ساحة للتقلبات الجوية والمناخية وشو يعني جاي من الشرق؟ جاي من الشرق يعني رايحة على الغرب وإحنا قلنا ألف مرة بدناش نعب بمناخنا وأجوان الواحد يا دوب متحمل وأنا طبعا عم بحكان الجو بعد تجميده عن 260 ليرة من سنة الواحد وعشرين وبعد تكهنات وتوقعات وتساؤلات إذا كانت الحكومة راح تخلي الحد الأدنى للأجور زي ما هو السنة الجاي ولا راح ترفعه صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد زيود وقطع الشك باليقين وقال لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور جد؟ يعني بدكم ترفعوا؟ طب حلو هذا معناه أنه اللجنة الثلاثية واللي بتضوم وزارة العمل ومثلين عن غرف الصناعة والتجارة والقطاع الزراعي ومثلين عن النقابات دقيقة شوي هدول كثار شو اللغة زاد؟ ما علينا هاي اللجنة الثلاثية راح تجتمع وتقرر الرفع الحد الأدنى طبعا لهلا احنا ما بنعرف قديش راح يرفعه بالظبط بس كل التوقعات بتحكي انه حيكون بين 200 و 88 دينار لـ 300 ليرة والرقم النهائي راح يحددوه من خلال دراسة مستفيضة وعميقة للوضع الاقتصادي ونسب التضخم ومعدلات النمو المتوقعة وغيرها من المحددات الاقتصادية أو يعني بالمؤاخذ اللي عنده طفلين ناشقل خمسة سنة وسنتين أو سنة أو ثلاث شهر بده حالي بامبرز 150 دينار بالشهر فيش جدال بده 150 دينار بامبرز وحالي هادو اللي عاموا طفلين ناشقل خمسة وباقي ما تبقى كب جيش حسبة بلدية أحسن من ألف دراسة اقتصادية فعليا مش منطق تيجي وتحكيلي انه بالـ 2025 في مواطن راح يبط 300 دينار ويمشي أموره فيهم أكيد اللي راح تيجي وتقولي بس يا بول هذا الحد الأدنى للأجور يعني الرقم اللي ما بنزل عنه الراتب وأكيد الناس تقبض أكثر من هيك وراح أجابك وأقولك أول شي تعلي على الكاميرا هاي انت مين وكيف فتت على الحوار تانيا راح أطلب منك تخمن كم نسبة الناس اللي بتاخدوا الحد الأدنى للأجور في الأردن يلا هيني معاك 2% شو 5% 10% لا يا زمو ولا حتى قربت على الجواب الجواب تقريبا 20% عن جد الواحد أخرته صار يحكي مع حاله النسبة بتعني انه واحد من كل خمس عمال بالأردن بيقبض 260 دينار وعايش على أمل انه سير راتب السنة جاي 300 وعدد لابأس من العشرين بيأخدوا أقل من هيك كمان ففكوكم من لغز اسمي اللجنة الثلاثية وفي عندكم لغز أكبر كتير كيف ممكن واحد يمشي أمور عيلته بـ 260 دينار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وخلال مؤتمر بعنوان دور الكفاءات العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية علن انه قريبا رح يصير في عنا هون بالأردن مستشفى افتراضي يعني رح تتعلج أونلاين وينزولك سوفتوير جديد وعلى حكي هذا الدكتور رح يلبس نظارة في أر مش سماعة هذا طبعا لو اعتبرنا انه جروبات الواتس آبل لأم محمد وابو تحسين نازلين يوزعوا فيها وصفات بردى قوش مغلي وماللي سناشفة مع بزل مش 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 مستشفى افتراضي بس هذا الاعلان مش جديد الحكومة من السنة الماضية أعلنت انها بدأت تعمل مستشفى افتراضي طبعا في ناس هون عندها شوية لبس بالموضوع المستشفى الافتراضي مش هيكون مستشفى فيرتشول يعني مش موجود على أرض الواقع ولا رح ترين فيديو كول على الدكتور من بيتك ويطلع ايده من الشاشة لي يجيسلك ضغطك لا حيكون مستشفى حقيقي وتحديدا حيكون في مستشفى الصلط القديم الموضوع ببساطة هو انه هذا المستشفى رح يكون مربوط بمستشفيات تانية أكبر منه فبدلا ما تضطر كمريض انت تروح على المستشفى المركزي الاشياء مثلا رح تنعمل في المستشفى الصغير والدكتور اللي بالمستشفى الكبير المركزي رح يعمل لك التشخيص ويحدد لك الخطوات التالية في العلاج فعني من الآخر جروبات واتساب بس حكومي اعلنت وزارة المالية بتقريرها الشهري انه نسبة التحصيرات الضريبية من ضريبة الدخل نزلت خلال اول 8 شهر من السنة بنسبة 2.3 وارتفعت على ضريبة المبيعات والخدمات بنسبة 3.8 بنفس الفترة بنظرة سريعة للارقام نقدر نتوصل لنتيجة بديهية وسريعة الاسعار عم بتزيد والارباح عم بتقل يعني بحسب وصف الميكانيكية فيه تخنيك بالمتور وفيه تسهيل زي واستكمالا للاخبار الاقتصادية الرائعة صندوق استثمار اموال للضمان الاجتماعي ومن خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية اللي بتملكها عنده استثمارات في قطاع السياحة حجمها 314 مليون دينار تتوزع على مجموعة فنادق واستراحات بملكها بالكامل وشوية حصاصة بفنادق ومشاريع سياحية تانية تعرفوا كم جابت هاي الاستثمارات خلال الست سنين الماضية سفر ولا اي شي نفهم انه كورونا وحرب وكل هذا بس يعني الـ 2019 والـ 2022 ومعظم الـ 2023 القطاع السياحي عندنا كان منتعش والامور كانت تماماً ليش ما فيه ارباح؟ يعني فنادق الضمان الاجتماعي لحالة هي اللي ضلت معزولة كورونا الا لو هدف المشاريع الاستثمارية هو اشي تاني غير الربح اهلا وسهلا مرة تانية ملفنا اليوم عن الدكاترة احسن ناس تشتري منهم سيارات والتخصص اللي كل طالب توجيهي بده يدرسه شو مكان معدله انا جبت 57 بدي ارفع معدلي وادرس طب وانا كمام دقت مرة عشان اجيب دهبية بالميت متر اسباح بصراحة ما عمري في متليش الكل قاتل حالي يسير دكتور تقعد 6 سنين بمكتب الجامعة صافم بسلايدات على الايباد وبعدها سنة امتياز بتشتغل براتب ما بيجيب مواصلاتك ونسه 5 سنين بورد لا تتخصص يعني بيمر عليك مجلسين نواب وكأس عالم عبل ما تصير دكتور بتكون بيعت الحج قطعة ارض حتى تسد اخصات الجامعة عشان يجيك ابن عمك بالعيد بعد ما تكون هيكا مخلص منصف يقول لك دكتور شوف لي الحبة هيا عظهري مستهل اراجع عشانها انا بعقل بقول انا اللي بدي اراجع عشانها يعني بعد كل البهدلة والمرمطة وتشريح الجثث لازم تكون شغلة الطب مستاهلة ماديا لان الحلم والشغف بعد الثلاثين بنشف وموت قبل عشر ايام نشرت الجريد الرسمية لائحة اجور جديدة للاطباء اللائحة رفعت اجور الاطباء 60% من لائحة سنة 2008 مقسمة على ثلاث سنوات كل سنة رفع عشرين بالمية طبعا هاي اللائحة اجت بعد مشاكل طويلة بين النقابة وشركات التأمين المشاكل وصل فيها الدم للركب بعدها قطبوا وطهروا الجروح يا رجل بمبالغة كبيرة انت في زياداتكو يا اخي اسمعني خلينا اكمل لك هاي دكتورة وخلصة اخصار يا سيدي عراسي دكتورة هي دفعتهم في سبع عشرين دسل مين بسنة سمعني بس يعني مش معقول يا دكتور ما هو لما بكون واحد محاسب ومصير مدير شركة بوقف خمسين الف راتب بتقوله معقول دكتور طويل بالك تعالي على الكاميرا هاي خود نفس كح خود لي نفس عمق شوية هدي ضغطك مرتفع شو مشكلتك مع شركات التأمين ارجع لي هون احكي لي شو حاس وين مكان الوجع اين كانت عندما رفعت من 2008 حتى الان الرسوم على المواطن لتأمينه صحيا ما يعادل بين 150 الى 250 بالمئة من عام 2008 حتى الان اين كانت الحكومة لا 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 مش من حق شركات التأمين تكسب عظهوركم شركات التأمين لعمين مع الدكتورة من زمان ما بحاسبوهم كامل وبتأخروا بالمطالبات بحس في علاقة ضرائر بين شركات التأمين والدكاتورة بشكل عام العلاقة كلها مش صح الاثنين بيشتغلوا عكس بعض واحد بده الناس تمرض والتاني لا النقابة بتحكي انه محتاجين لائحة جديدة عشان الطب تغير وتطور من اخر 16 سنة صارت صور الاشيعة تطلع 4K HD وبرضه الدكاتورة من 2008 هم على نفس الاجور ومن وقتها ارتفعت تضخم الاقتصادي 50 بالمية هذا حسب احصاءات صندوق النقط الدولي فالدكاتورة رفعوا الاجور بنسبة 60 بالمية 10 بالمية زيادة عن التضخم بس معلش الطب مهنة شريفة ولا تقدر بثمن بس هو من اللي بيقرر لائحة اجور الاطباء نظام الاجور لصال 89 يمنح الحق لنقابة الاطباء بان تضع الاجور يعني الاطباء بحطوا تسعرتهم منهم لحالهم ومن حكمها بماله فما ظلم يا سيدي احسن من الحلاقين اللي بحطوا المسئولية عليك تقرر قديش بدك تحاسب ولا مرة عرفت حاسب الحلاق قديش دكاتورة شو واقف بطريقكم طيب حط التسعير اللي بتناسبك ويحلق لهم حاولوا الدكاتورة في الـ 2018 لهم يرفعوا لائحة الاجور بس الشعب هاج عليهم ووزارة الصحة دخلت واسخطتها في محكمة الادارة العليا رجعوا فتحوا الموضوع ايمتن في الـ 21 بس وقتها الدنيا لسه كانت كورونا والحجر شغال ومحدش رايق يرفع اجور او يناقش لوائح تحملونا دكاتورة خدوا مضاحت حيوي وارجعونا كمان شهر نقابة الاطباء صبرت على هاي الحالة سنتين بعدين ما قدرت تتحمل فوضى عارمة خلفها قرار نقابة الاطباء بوقف المعالجات الطبية للمؤمنين صحيا وقتها النقابة قررت انه ما تستقبل ولا مريض من شركات التأمين الخاصة ما عدا حالات السرطان والكلاء ربنا يشافيهم لحد ما تنعمل لائحة اجور جديدة صار فشل نقابة كامل اتحاد شركات التأمين وقتها قال انه اللي بتساوي النقابة غير قانوني ومخالف لقانون المنافسة ورح يجيب عزمات والتهابات وحرق كمان الموضوع الواقف لحد السنة الماضية وافق الاطباء انهم يرجعوا يستقبلوا المرضى من شركات التأمين وانهم يشكلوا لجنة فيها كل الاطراف من وزارة الصحة ونقابة الاطباء وشركات التأمين والضمان الاجتماعي تقريبا يعني لجنة ثلاثية عنا مقطع قصير من نقاش في هاي اللجنة ما بيجوز يا زلمي ماب هذا مش وجه مقارنة حتى تأتي على أجور نقاش صحي الكل بصيح وما بتوصل وجهة نظر في شهر 6-2024 أخيرا طلعت اللجنة باتفاق هذا الاتفاق وقعوا عليه الجميع بمحاضر اجتماع إش كان الاتفاق توافقي بكل معنى الكلمة ممتاز طريع اللجن فيه منها فائدة ومش بس قهوة ومعجنات اللائحة التي تم رفعها من نقابة الاطباء للنشر في الجريدة قسمية هي ليست اللائحة التي تم التوافق عليها بعتين اللائحة الغلط بأخسارة الزعتر والجبنة يعني بمعنى كان فيه فلاشتين فلاشة تشعيلة الـ 2008 وفلاشة أعدوها للأسف غير المتفق عليه على فلاشة الناس بتبعت على ويترانسفر عملوا ملف مشترك عن نت سنة كورونا علمتنا وسائل العمل عن بعد يا دكاترة ليش بعتين لائحة غلط للأسف فوجئنا فوجئنا كما فوجئ وزير الصحة وكما فوجئ الناس كلهم إنه نقابة الطباء قدمت لها غير المتفق عليها لا يا دكتور بدك تدس المضاد الحيوي في الكيك بدكم تزيدوا علينا الأجور وإحنا تحت التخدير ما إحنا متفقين إنه الطب مهنة شريفة لا تقدر بثمن بس شكروس هار لازم نضيف بند جديد على القسم الطبي تعالوا لي هون أقسم أن أصونا مهنتي وأن أعمل على تقديم الخدمة الطبية بكل أمانة وأن لا أغير لائحة الأجور المتفق عليها بعد تدقيق اللائحة الخطأ وتعديلها وصلنا للأسبوع الماضي لما نشرت لائحة الأجور الصحيحة اللائحة أعطت الأطباء زيادة أجور بنسبة 60% أنا بسألك هاي اللائحة اليوم تعطي الطبيب حقه أو لا هي تعطي المواطن حقه أكثر من ما أعطت الطبيب ليش قديش طلع حقه المواطن بما أنه مهنة الطب طلعت تقدر بثمن هل دخل الدكتور متدني ومحتاج زيادة عن جد عشان هيك عم ببيع سيارته بالأفرج الدكتور الإختصاصي راتبه بين 2000 ل 4000 دينار بالشهر هذا قبل للزيادة وبالأفرج المواطن الأردني راتبه 3000 بالسنة يعني الإختصاصي بقبض في شهر أكثر من المواطن في سنة كاملة فأكيد بدك تدرس طب شو مكان معدلك أنا جبت 57 بدي أرفع معدلي وأدرس طب الأطباء الإختصاصيين اللي بايدا وي بيشكلوا اللجنة في النقابة موجودين في نفس الشريحة الاقتصادية لأصحاب شركات التأمين اللي عم بيقاتلوا معاهم وبصيفه بنفس المزارع كل مشكلة الضرائر بين شركات التأمين ونقابة الأطباء على مين مطلع مصاري أكثر يعني منذكر باب الحارة الله يرحمك يا أبو عصام كان يعالج الحارة ببلاش وفاتح بيت ومدبر أموره سيدي رفعوا أربع مرات البوليسة خليه يرفع الطبيب مرتين أقول لك بدي ألغي القائمة كلها قديش جيتوا على المواطن أعطينا النصة بس في آخر سنتين انطرحت فكرة التأمين الطبي الشامل لكل المواطنين كل فتها تقدرت ب350 مليون وبنفس الوقت هلأ الدولي بتدفع 300 مليون على الإعفاءات بكل أنواعها يعني واقف علينا الموضوع ب50 مليون حتى نجيب إعفاء طبي شامل للجميع سهلات بتدبروا الـ 50 مليون ولو الحكومة بدها اقتراح كيف ممكن تحصل هاي المصاري شو رأيكم تنزدوا لائحة تحصيل ضريبية للأطباء وتكون تدريجية الآن المواطن عالق بين سرير التأمين ومشرة الدكتور مش هامهم ينجوا من العملية قد مهامهم مين راح يحاسب على الفاتورة بالآخر أهلا وسهلا مرة تانية خلال الأسبوع الماضي كل حدا صار يحكي بموضوع بنفتح كل سنة خدمة العلم الشباب كلهم بيسألوا نجهس حالنا يجب أن نعمل ملاجئ يجب أن نعمل تجنيد جباري أصدق خدمة العلم يا سيدي كله سميه ما سميته أنه أنا قاعد بداري وابني قاعد بالدار ويجي اليهودي يكون عندي كلشن أقدر أطخ عليه يا بقتني يا بقتني على الأقل هذا كلام كبير لكن إحنا مستعدين وصار لنا فترة طويلة جد بنحكي فيه بس الجدل الحقيقي هذا الأسبوع كان عن فكرة عودة خدمة العلم شو رجعت ولا لا ما قمنا به اليوم ويوم الأربعة هو فقط للإعلام عن تصويب الأوضاع مطالبة الأردنيين ذكر ممن أتموا الثامنة عشرة لمراجعة أحد مراكز السعبية والجيش الشعبي للحصول على دفتر خدمة علم ساري المفعول لا 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 ما رجعت خدمة علم بس الموضوع بيحكوا أنه تصويب أوضاع يعني عمرك بين الثمنتعاش والأربعين يا بتروح بتطلع دفتر خدمة علم أو بتأجله قصة حدثت معاي سنة 2005-2006 بأعتقد كنا بلقاء مع جلالة الملك عبدالله وكان في مجموعة يمكن لا ما بزيدوش عن عشرة خمسة عشر شخص على عشرة ومنتناقش بالعمل السياسي جلالة الملك والله أنا وقتها يعني صدمت من سؤاله إنه شو رأيك بالتجنيد الإجباري طبعا بجانبه كان المرحوم زياد الرفاعي أيد مباشرة وأنا والله أيد شوية يعني لكن بقية الحضور مسامير الصحن يا سيدي بتكلف يا سيدي هاي بدها مصاري يا سيدي هاي الجيش موجود والكوية عامل الجيش وخصوتي واللي يشعل بشكل يا سيدي بتكلفنا مصاري بكرة بلأي يهود بزعلوا وكل هذه الأمور ومسامير الصحن بس شو بالضبط يعني مسامير الصحن ومين بالضبط اللي حكى بكرة اليهود بزعلوا إحنا كمان مسؤولين عن مشاعر اليهود أنا مشاعري مش مسؤول عنها لكن بعيدا عن مشاعري حرب الإبادة في غزة جاوزت السنة والكيان الصهيوني مستمر في التطاول بوقاحة يمين ويسار وداخليا الأردن بعاني من أسوأ معدلات بطالة من سنين فهل إجا وقت نرجع خدمة العلم؟ بس أول شي خلينا نفهم إيش هو قانون خدمة العلم وليش الناس بدها ترجع الخدمة والدولة مستحية فخلينا نبلش من البداية من سنة 66 لما صدر قانون التجنيد الإجباري وكان بشمل كل الشباب غير العاملين وكان وقتها الجيش إيش بسوي بلقة الشباب وبسحبهم من القهوة والبصات والشوارع لأن الجيش كان بحاجة لمجندين وجزء كبير من الشباب كانوا بتهربوا من الخدمة العسكرية لكن بعد حرب 67 عملة الدولة قانون مؤقت لخدمة العلم الإلزامي وطبقوا لأول مرة في 76 وصار التدريب العسكري جزء من الدروس في المدرسة للطلاب الكبار وقتها تم استدعاء كل الشباب اللي فوق 18 للخدمة ابتداء من موليدة 58 لأن الجيش كان بحاجة لكوادر بشرية ووقفوا العمل بقانون الخدمة في 91 في حكومة الأمير زيد بن شاكر لما لقى الجيش نفسه في حالة اكتفاء من حاجته من الطاقة البشرية هم ووقفوا خدمة العلم بال91 من هون والناس صارت تصيح من هون الحقوا شبابنا عم بضيع لازم هم إشي يشد حيلهم يشد براغيهم مرجعوا خدمة العلم وفعلا بال2007 حكومة معروف البخيت درست إعادة خدمة العلم حسبوها بالورقة والقلم لقوا تكلفتها 40 مليون دينار عشان الشباب اتشد حيلها ثلاث شهور قالوا لا مش محرزة في 2015 أكد رئيس الوزراء عبدالله نسور أن الحكومة متفقة على إعادة خدمة العلم بس الكلفة كبيرة لا توجد لدينا الطاقة البشرية لا يوجد لدينا المكان اللي بننجيب فيه آلاف الناس ونخليهم يعيشوا مع بعضهم فترة من الزمن لا توجد لدينا البركسات الكلفة كبيرة هذا الحكي من عشر سنين وشكله لستاتنا في نفس الظروف واستمرت الحكومات تحاول ترجع خدمة العلم في سنة العشرين طلعت حكومة الرزاز بفكرة إبداعية ترجع خدمة العلم بس بشكل جديد حكومة كانت عاملة وقتها مبادرة اسمها برنامج خدمة وطن برنامج للتدريب المهني لمدة أربعة شعور بعدها فكروا طب مش الناس بتحب خدمة العلم ليش ما نرجعها فرجع خدمة العلم بتوب جديد برنامج جزء منه خدمة وتدريب عسكري وجزء الثاني تدريب مهني وضرب أكثر من عصفور بحجر يمكنش يا أبو 13 صفير إن هذا المشروع يعتبر بداية جديدة لتطوير وتأهيل الشباب الأردني لينخرطوا في معترك الحياة متسلحين بالعزيمة والإصرار ومهارات وتدريبات تمكنهم من رسم مستقبل مشرق لهم ولوطنهم ما فهمتش بدي حدي يشرح ليها ببساطة إيش فايدة خدمة العلم الجديدة تعلم الالتزام تعلم الضبط والرب تعلم المحبة للوطن تعلم الإخلاص البعد عن المياحة اللي بنسمعها كلنا تعلم الالتزام الضبط والرب المحبة للوطن الإخلاص البعد عن المياحة وفي راتب إيش بدك أحلى من هيك برنامج غدمة وطن توقف بعد ما مر على يده فعتين يعني 6,000 مشارك بعد ما كان الهدف تدريب 20,000 مستفيد وحكومة بشرة الخصاونية ما كمرت في المشروع اللي هو بين قصين خدمة العلم هو كان إله كلفة كبيرة على الميزانية ويمكن كان فوق طاقت الدولة لكن ما نتج عن فراغ في الخلاصة بما أنه الرغبة موجودة شعبيا وسياسيا ونفسيا وتنمويا ولا حد فينا بحب المياعة إيش بيوقفنا هاي زي لما تسأل أبوك ليش بدوش ياخدك على الملاهي هو بدو بس فيش مصاري هو كمان بيكره الملاهي ففكرة زيادة المصاريب فهي يمكن تكون مش أنسب فكرة للحكومة حاليا بالإضافة لتركيز الجيش العربي على النوعية قبل الكم الجيش حاليا مش محتاج سالم ابن جيرانكم اللي هويته الوحيدة يزد تحجار على بسس الحارة حتى لو سالم ابن جيرانكم محتاج يروح الجيش كوادر التدريب في الجيش ما عندها القدرة تستوعب الإعداد الإعداد المتوقعة في حال صار في استئناف لخدمة العالم وشكل الحرب تغير صار عندنا الاعتماد الأكبر على التكنولوجيا المتطورة والأسليب المعقدة لكن هذا ما بيغير رمزية خدمة العالم ومرات القيمة الرمزية بتتفوق على أسباب العملية بتقدر نحكي أنه مزينيات وبتقدر تحكي أنه قدرات بس ما دام في رغبة سياسية ورغبة شعبية لازم نشوف رجع على الخدمة لو ببرنامج مصغر يمكن الجيش اليوم ما بيحتاج الشعب لكن الشعب والوطن دائما بيحتاج الجيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر